اليوم سنبدأ تلخيص الحلقة الأولى من المسلسل العالمي سيد الخواتم أو خواتم الكوة ولو لم تفارغت على سلسلة الأفلام فليس مهم لأن المسلسل يتكلم عن بداية صنع الخاتم يعني حجبة زمنية قبل التعامل عنها سلسلة الأفلام حسنا؟ وكي نفهم المسلسل بسهولة دعنا نفعل لك تأسيمة صغيرة المسلسل متقسم لأربع عوالم عالم الجان وعالم البشر وعالم الهارفوت ناس كده عاملة زي الأقزام وأخيرا عالم الأوروكس بقائدهم سورون ودول الخزوق الكبير تمام؟ تمام ابتدنا المسلسل عند مجموعة أطفال بيلعبوا في الغابة لما كان العالم بيحكموا السلام ومفيش أي قوة شريرة وفجأة ظهرت البنت ديه من شكله ده أنا هنفهم منها من الجان والجان في السلسلة كانت طائفة شبيهة للبشر لكن عندهم قوة أكبر منهم الأطفال كانوا بيلعبوا وبيضربوا لها السفينة بتاعتها اللي كانت قاعدت أيام وأيام عشان تصنعها بالورق وبعدين أخوها كان بيكلمها عن أهمية السفن في حياتنا وأنها مؤشر خير ودايما بصل فوق في ماشيتها فقالت لهم عاوز أتعلم الفرق بين النور والضلمة تقصد الخير والشر والذي نفهمه من المشعد أنها ستقود الجانب الخير في المسلسل طيب نكمل أحداثنا عند ظهور مورجوس اللي دمر علامهم وده اللي خلق قوات الجان يتحده ضده وبعدها مجموعة كبيرة من السفن عليها قاعدة قواتهم والمجموعة دي ستمر بمخاطر كبيرة في البحر الأعظم وصولا للأرض الوسطى التي ستقوم فيها المعركة سنرى حرب تنانين وحرب الأحياء ضد الأموات واستمرت العركة من الزمن لحد ما خربت الأرض الوسطى وجابت دغها والجسس بقت كما ترى أما نتيجة الحرب فكانت هزيمة مورجوس وانتشار الأوروكس المتوحشين في كل ركن من الأرض الوسطى ودول جيش ما عنده رحمة والذي شاف سلسلة الأفلام أكيد يعرفهم جاء لهم قائد محنك وقلبه ميت واسمه ساورون وساورون ده هو اللي قاتل أخو غلادريال بطلة المسلسل وحط على جسمه رمز محدش قدر يفهم معناه من قوات الجانب الكامل ومن دلوقتي هتكون هي قائدة الجانب وهتبدأ العركة اللي بجد رحت مع أفضل فرقة عندهم لمطردة ساورون في كل مكان السنين بتعدي والكورون بتعدي ولسه ما وصلوش لمكانه لدرجة أنهم فكروا مات أصلا لكن هي الوحيدة اللي كانت متأكدة أنه لسه عيش وكملت طريقها في أقصى الكوكب مع بقى كواتها أحيه ولسه فيه كمان طيب وصلنا في قول الجبل وراح المساعد بتاعها وقال لها إحنا بقى سنين ماشيين وراكي لكن محدش جيه هنا قبل كده أنا الأوان تسدقين ومات وكوات الأوروكس ماتت ويلا نرجع يا بنت الحلال ودخلت العواصف مع الليل وبدأت كواتها تقع واحد وراك تاني رحت قلع عدمها لأن إصرارها أكبر من أي حاجة وهو بفجأة لقيت نفسها وصلت لمكان ساورون ابن الصيع عامل قلعة في آخر مكان على الكوكب المكان كان فيه كوة شغيرة لدرجة أن النار اللي معهم ملهاش تأثير ومش مدفياهم ودخلوا وتعمقوا أكثر والأوروكس متابعينهم أول حاجة لقيتها هو باب سري مسدود بالتالج فكسروه دخلوا على أمل يلاقوا ساورون لكن لقوا جسس لأوروكس كانوا بيحاولوا ويستخدموا السحر الأسود بس ما قدروش يعرفوا السبب اللي خلاهم يعملوا كده وهوب لقيت علامة ساورون منقوشة على الأحجار هذه نفس العلامة التي سأضعها على جسم أخوها قرار جديد الكوات سترتاح ويكملوا طريقهم الصبح الأقصى الشمال وأقصى الشمال هذا أوسخ مكان ممكن أن يذهبه المساعدة كان يدار خوفه في حجته عن أن العلامة بقى لها سنين وأكيد ساورون ماته لكنها رأسها وقال في سيف تروح وأقنعته أنهم يقتلوا ساورون لكي أعلمهم ينور من ثاني وهوب واحد منهم ظهر له غول التلج لما كان يدور في المكان وبدأ نازل فيهم واحد ورا الثاني يعمل معهم الجلاشة غولدري التي تعصبت وقامت طلعه على سيف زميلها وبدأت العركة معه لحد ما قتلته لوحدها لا نحن شكلنا داخلين على بعض أكشن حلوين من هذه الموزة الخزوق أن فريقها سيتخلوا عنها ويرجعوا عالمهم تعالوا نذهب لعالم ثاني في مدينة اسمها روفينيان الاثنين كانوا شغلتهم الصيد وبمعنى أضاق صيد الزئاب لكن فجأة حسوا أن هناك كائن بيرقبهم وتوقعوا أنها كائنات الهارفود التي سنشوفها مع بعض دلوقتي أيها هم دول كائنات الهارفود أقزى مطيبين وغلبة كانوا يستخبون من الصيادين الذي يسمونه المسافرين وعندما كانت الدنيا تبقى أمان كله يطلع من مغبأه ويبتدوا شغلهم أهم شخصية في الهارفود لازم نعرف اسمها هي نوري ونوري تبقى البنت الذي قدامنا دي كانت تهتم بكل الأطفال في العالم بتاعها وكلهم يحبوها ويعتمدوا عليها في شيئات كتير وفجأة وهي تجيب الفكهة لأهلها رأيت أثار أقدام كبيرة وعشان تطمينهم وقالت لهم هذا كلب عادي لكن الحقيقة أنه كان زائب ضخم جدا المهم خلعوا قبل أن يأتي معهم نرجع الثاني للعالم الجان عند أحد اسمه إيرلوند كان يكتب عن مكان في أقصى الغرب اسمه الأراضي الخالدة وده تقريبا أفضل مكان ممكن حد يعيش فيه زماله راحوا يبلغون أن صاحبته وصلت بالسلامة صاحبته تبقى غولادريال أجمد مزف عالم الجان وبطلة المسلسل كانت بتحكيله عن رحلتها في البحث عن سورون وأن العلامة التي وجدتها تأكد أنه لسا عيشه لا مات ولكن السؤال الآن سبب رجوعها كان فرقتها للمشطها مات ونصها خلع وإنيتها تطلب فرقة جديدة من الملك لكي تكمل طريقها في البحث عن سورون وهذا الذي أريد إيرلوند يساعدها فيه تقريبا هذا الولد يبقى ابن الملك بتاعهم وقال له حاضر من عيني سأرتب لك اجتماع مع الملك نرجع ثاني المدينة تروفينيا عند إخواتنا الهارفوت ومعرجوع نوري حكولها عن الاثنين المسافرين الذين كانوا مركبين أجنحة وطلبوا منها لا تخرج للمزرعة الوحدة لأن هذا الموضوع خطر لكن ردها كان يأكد أن عندها تموح وشغف تعرف إيه اللي وراء النهر فأمها قالت لا يا حبيبتي نحن من الهارفوت يعني دورنا لا زي دور البشر ولا دور الجان ولا دور أي حد نحن دورنا نحمي نفسنا من المخاطر اللي حوالينا فقط ونذهب لعلى ملجان وهم عملين حفل التكريم لغلادريال وفارقها علشان يعني سافره وتتبعه ثورن وأثبته المملكة النومات هذا الملك يضحك على نفسه وعليهم يا جدعان والله وعلشان يخلص من غلادريال قالها يبعثها للمملكة المباركة في أقصى الغرب لأن هذا المكان الذي لا يموته فيه ولا يزاله بالله والمشهد هذا تفسيره حاجة من اثنين يا إما الملك هذا خايف من ثورن يا إما عمل معه صفقة عشان يخلي قومه في أمان على العموم دعنا لا نستعجل ونفهم مع بعض في الحلقات الجاية ستسألني وتقول لي هم زمان كان عندهم صواريخ يتنور في السماء سأقول لك ما هم ملجان بقى ما تركزش بعدها غلادريال كانت بتفكر في أخوها وأبوها لحد ما دخل عليها إيلروند وقاعد تواف اللي حصل من الملك لكن الموزة قالت له ما تفكرش ان انسيت اللي حصل أخويا ماته هو يدور على ثورن وأنا ورست مهمته من بعده فانت هتجي يمين هتجي شمال انا برضو هكمل حتى لو طريت اكمل لوحدي قال لها العلامة بتاعتها للملك وصدقيني الشر اختفى وكلهم ماتوا قالت له صدق ان انت الشر ما بيختفيش ولا بينام الشر بيستنى وفي لحظة هيغفلنا كلنا قال لها يعني بسبب أوهامك هتفضل كل شوية تاخد شعبنا الموتهم الواد إيلرون ده مش سالك على فكرة لكن الحقيقة غلادريال موقفها ثابت وما بيتغيرش ومسر تكمل بحث عن ثورن وهتكمل نذهب على الاراضي الجنوبية وهذه تبقى اراضي البشر ايوة يا عم حسسنا ان هناك بنا قدمين في المسلسل انظروا هم بشر ولكن ليس قوي وهنا الظهور الاول لأروندير وهذا بطل من ابطال المسلسل بالمناسبة من شكله تعرف ان جان عايش وسط البشر كان مختفي عن جماعته أسبوعين بيصطاد ولما رجع كانوا بيدلوا تقرير بكل اللي حصل في غيابه وبعدها ظهر الخزوق ده وكان بيكلموا عن ملكهم اللي هيظهر وينتشيلهم من رحمة الجان والذي نفهمه ان الجان كانوا هم اللي بيحكموا البشر المهم خلص وراح للمسل اللي عينها عليه ادتوا بزور لظهرة نادرة بتستخدم في العلاج وقعد يترسم عليها شوية عن ان الجان جسمهم بيتم مشفاقه الواحده والجودة بعدها راح عند واحد من الجان يسأله عمل ايه في اللي كلفه به قال له انسى اللي في دماغك لان البشر والجان عمرهم ما يتحدوا مع بعض وهنا جالهم بريد ان الملك اعلن انتهاء فترة الحرب مع الأوروكس وبالتالي هيفكوكو كل ابراج المرأبة اللي كانوا عاملينها على البشر يعني من الآخر دوره خلص وهيسافر على بلده وهذا اللي خلقه يتكلم مع الرئيس بتاعه عن قد ايه هو متعلق بالبشر لكن من رد رئيسه فهمنا ان بعض البشر كانوا متحدين مع صورهم في حربه ضد الجان وهذا يجعلك تفهم انه من رابع المستحيلات يحصل الاتحاد بين الجان والبشر حسنا نذهب اخرى عند الطبيبة الموزة وهي متضايقة من سفر اروندير وفضلت تتعصب على ابنها قليلا ويتعلمه قليلا لحد ما الرجل لم يكذب خبره وكان يودعها كانت مستغربة وجوده قدامها وقالت له جاي ليمشينته هتسافره وقبل ما يرد ويقول لها بحبك ابنها الآن قطعهم واحد اخذت من ابنها كان جاي يعالج البقرة بتاعته يا عم ده وقته ولكن استنوا هذا الحوار طالع كبير والبقرة بتنزل مسحوق اسود بدل اللبن ولما أروندير سأله هي كانت فين قال له كانت مختفية في الشرق وعشان كده قرر يتحرك بسرعة لما شك في الموضوع نروح عند ابنها وهو رايح مع صاحبه يجيبه حاجة لقاها ومخبيها والذي لقى مقبط صيف مكسور وواضح انه صيف خاص بثورون لان عليه نفس العلامة حسنا نرجع تاني عند غولادريل مع فريقها وهما مبعدين للأرض الخالدة ومنها الإيرلوند الذي حسس انهم يستعجلوا في نفيها لكن الملك كان على موقفه وحاسس انه كده بعيدها وبعد الشر معها دعوكم في غفلتكم حتى يخرج لكم من تحت السرير نرجع للهارفوت الذي كان يخافه من كل شيء حتى النجوم وعندما نوري سألته بتبارطن بتقول ماذا؟ قال لها شكل النجوم والسماء ليس مريحني وكأنها ترقبنا الكلام كله رايح باتجاه مورغوس بتاع الأوروكس نكمل مع أروندير وبرونون الموزا المدينة التي رايحناها اسمها هوردرن ومعروفة بإخلاص أهلها لثورون صدمة حصلت لها عندما اكتشفت الحياة المرة لكن حبها لي أكبر من أنها تزعل منه فهنكمل طريقنا في مدينة هوردرن اتحرقت بالكامل ونرجع تاني مع غلادريل لما قرب يوصلوا بس الأول سيسلموا هدومهم وأسلحتهم لأنها أرض السلام زي ما بيسموها حاجة كده زي جنة طلعة للأرض يا ريتا قدر عرض لكم الموسيقى التصويرية اللي كانت في المشهد ده لكن هنا نشر للأسف وهنا افتكر الكلام أخوها عن السفن وأهميتها وظهر في السماء حاجة غريبة من وراءة وبتتحرك بسرعة جدا وفي نفسي التوقيد غلادريل تفكيرها رايح في زاوية تانية وكلام أخوها نازل يرن في ودنها وهوب قررت تاخد سلاحها وتنطف المياه عملت كده عشان ما تدخلش معهم للأرض الخالدة وهوب تانية ورقة شجر وقعت قدام ملك الجان وعليها دم الأوروكس أما نوري وصلت لمكان نايم فيه راجل على جامرة نار وده هيكون الخزوق الجديد اللي هنشوفه في الحلقة الجاية ولا تنسى اللايك وشير وسبسكرايب كله سعيدنا على سوشال ميديا تلاقي تحت الفيديو عايش جمهور ملخصات اشتركوا في القناة